السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا صلاح عبد المقصود من قناة العربة ومعنا اليوم من المشايخ الشيخ مفتي أحمد العادل والشيخ عبد الأعلى جواد الأمير وفضيلة الأستاذ عبد الله الزيات والشيخ جميل الرحمن هؤلاء من كبار علماء البلاد ومعنا اليوم من الليبراليين الشيخ زيدان الدوسري الدكتور فيس العودة والدكتور سماحة الشرف والدكتور ممتاز الشريف تعالوا نستمع إلى حديث الفريقين عن دور العلماء وكذل مدارس الدينية أولا أقول لشيخ أحمد ماذا رأيكم عن دور المولوي في المجتمع الجديد هل له نشاطات وفعاليات إيجابية مفيدة في العصر الحاضر الحمد لله والصلاة على خير خلقه أما بعد نعم أخانا الكريم شكرا لك على ما تحتلنا الفرصة إن المولوية هو العالم بحق وهو العضو الممتاز إنذر لهذه القناة والدور الشريف والدور الشريف في تطوير المجتمع على الخطوط السليمة الذي منح المجتمع مجده وكرامته بل هو رمز الرقي والتقدم بحذافيره وله الفضل الكبير في استقلال الدولة الإسلامية باكستان المحبوبة وبإرشاده وأمنياته وتوجيهاته تمكنت دولة العزيزة من التشرف بنيل القنبلة النووية الشهيرة وبيده هو راية القيادة العالمية الشاملة للمسلمين إن عرف المسلمون ما له من مكانة المرموقة وعلى رأسه تاج الإمامة والإمارة المباركة استمع انظروا إلى هذا المغرور ودعا به الرفيعة وهيئته الغريبة كأنه بابا المسيحيين استغفر الله أو فيلسوف البراهمة هكذا يقولون كأن جميع الناس سواهم حشرات وهؤلاء ملوك أو ملائكة المقربون عجبا وأسفا هؤلاء هم أناس يتطهرون ويذكون أنفسهم بغير حق استغفر الله ما لهم من المنزلة انظروا أيها الإخوان واسمعوا ومع الأسف أخي العزيز سأكمل كلامه ومع الأسف لم يتعرف الناس أمثال هؤلاء حتى اليوم بأصل مكانة العلماء ودورهم البناء وتضحياتهم في تمجيد الأمة وقيادة الشعب وإرشاد الأمة في شتى الميادين أجل رغم ما عاملهم به الناس من تشويه سمعة العلماء واتهامهم بالتهم عديدة فيا لهم فيا لهم من رهبوت وجبروت وعظموت ماذا رأيك أنت أيها الدكتور سمعتم مقالة الشيخ ماذا تقولون عن مكانة علماء الدين ودورهم وكذل مدارس الدينية في المجتمع الإسلامي خاصة وفي التعامل مع الأمم عامة هل توافق الشيخ فيما قال ودعه؟ يا هذا إن المدارس والجامعات والكليات حقا هي ما يعرفها الجماهير وما يتعلم فيها ابناء الشعب وللعلوم المدروسة فيها حيوية وإليها حاجة في حياتنا أما هؤلاء الملالي والمتشيخون والمتعالمون الأخبياء فليسوا من العلم والمعرفة في شيء إنما هم في غرور عندهم الدعاوي ولوهام التي هم بها يطيرون في سماء الخيال هؤلاء لا يردين من مدارسهم ودراساتهم إلا تخلف الأمة وإنهيالها وإثارة الحروب والخلافات بين مختلف طبقاتها وإسعال نيران الطائفية المنتنة ويتدرسون ويتذاكرون حول التعصب المذهبي والتطرف والتمذهب الجاف ويدور مشيختهم حول الأمية والجهل لا يعرفون شيئا من المجتمع الجديد ومتطلباته هؤلاء المتخلفون هم يذهبون بنا إلى الوراء هؤلاء هم العقبة الكبرى وماذا رأيك أنت أي الشيخ الكرام هذا الله أخان الدكتور لا بأس بما يقول عن العلماء جزاه الله بما هو أهله وعلى الله حسابنا وحسابهم وهو أعلم بما هم فيه وما نحن فيه وأنا أرى أنه ما أنسف فيما قال عن العلماء الكرام كيف فالعلماء يتحدثون عن خبر السماء الرفيعة وعن ما فوقها وعن الملأ الأعلى في حين أن أمثال الليبراليين من إخواننا كل همهم الأرض وإلغاه الآلهة الأرضية الغرانيق العلا لهؤلاء أما المدارس العسرية والجامعات فغنية عن ذكر ما فيها وأنتم أيها السادة أعرف بها مني فلا تسأل عن مزاياها ورزاياها ولا يخفى على أحد مآثرها أولا إرهابي وعلو كعبها في العلوم وعبقرية متخرجيها ولا حاجة لبيان أمثلة أمية وجهل أبناء الكليات أقول بكل ثقة تعالوا نبحث عن اللا أخلاقية الشائعة وكل أزمة وآفة نزلت بالأمة لنرى من وراءها هؤلاء المتجددون المتغربون أم علماء الأغرار الأبرياء تعالوا هنيئا لكم ومرحبا بكم في كل آن وفي كل مكان ماذا رأيك أنت أيها الدكتور انظروا إلى هذا الحمر وهم مع ذلك يهددون الحكومة والمحاكم والمؤسسات وعامة الناس ويخرجون زد النظام ويسلتون على الدولة والشعب آراءهم الشاذة أليس كذلك وهم الإرهابيون الذين يواجه إرهابهم العالم من زمن وفي كل المعمورة فالعالم جريح ومصاب بمصائب وآفات من قبل هؤلاء وهؤلاء المدعوون بالعلماء جل همهم إفساد الأوضاع الأمنية أن يوقعون نحن الجميع في قاعر البئر العمياء ويذهبوا بالجميع إلى العهد الحجري في كل مناطق العالم وليست أمامهم أي أهداف إيجابية لكن الأسلوب الجدلي والإسترابات فهيا بنا رد آراءهم وأفكارهم في وجوههم حتى لا يتفوهوا بما يريدون ولو كلمة واحدة أليس كذلك؟ بلى بلى هكذا ونتبرأ من خزع بلاتهم وخرافاتهم تعالوا أيها الإخوان ليتك سكت عن هذه الأباطل والدهم هداك الله بل الأمر على أكس هذا تماما واصل كلامك أيها الشيخ ماذا تقولون في مقالة الدكتور هل تجيبهم بشيء وتدافع عن دور العلماء؟ فإن العلماء الذين لا يزالون يعلمون الناس دينهم ويحسنون أخلاقهم ويتحملون المسئوليات الدينية الهامة مجانا ويؤدون الدور الممتاز في صالح الأمة ومع الأسف الشديد ثم يرميهم الناس ويتعنون فيهم ويبادرون بالشن الغارة عليهم بغير حقا فالعلماء هم المتعنون دوليا وهم المتعنون دوليا مظلومون مقهورون في كل حين وفي كل مكان ولا يؤذن لهم أن يعيشوا بعز وكرامة وأن يدافعوا عن أنفسهم صدق يا أولئي يكذبون وكأنهم عبيد حمرهم مستنفرة وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارة وكأنهم غير مواطنين رغم ما لهم في تعرير الوطن من التضحيات وكذافي استغلاله كدولة وهؤلاء لا يستغرون فيهم ماذا يقول هذا؟ لا 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 لنسمع لحبيد لحظة وكأنه عداه الوطنة غريب جدّة يحبون الوطن كدين وإيمان وحربهم مع الغرب والاستعمار هذا أكبر دليل لحبهم ووطنهم وأرضهم ودينهم فإلى متى سنكون هكذا إلى متى يا أخ لا يعترف أحد بهويتنا وحقوقنا وجهودنا الجبارة تجاه استقلال الوطن والحفاظ عليه والحفاظ على ثقافة الإسلام والقيم الأخلاقية والاجتماعية والعجب من أولاة أمر المسلمين عندنا وفي كل العالم وأهل الزعامة والسياسة وأهل الإعلام الذين يزعمون أنفسهم أشراف القوم وأولي قداسة وكرامة فوق العادة بغير حق ولغايات لا ندري ما هي هم دائما يكونون في صفوف أعداء الإسلام للمسلمين ويذبون عن آراء أولئك ومولعون بأزيائهم وسورهم وأفكارهم ومشاريعهم أشد ألوع وأشربوا في قلوبهم عجل عجل أولئك الدجاجلة ومكائدهم ودسائسهم أما العلماء فيكرههم هؤلاء المتجددون ويكرهون كل ما لديهم من الكرامة والفضيلة هداهم الله أسف على هؤلاء العملاء الذين يستحيون عن الانتماء إلى الإسلام وتعاليمه ويميلون كل الميل إلى الأجانب بل الأعداء الأبالسة لقد استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى الفريقين ولقد رأينا بأم عيننا ما للعلماء من السيرة الطيبة والأسلوب المثالي ولقد سمعنا بأذان قلوبنا قوة حججهم وأراءهم الفاضلة بينما لغيرهم من الأعداء من الحق والتعسب كأن العبودية الذهنية السلبتهم الحمية الدينية والحياء وكل علامات الحرية والسعادة فيا لضيعة الغيرة والشرف وويل ثم ويل لأرتال هؤلاء لقد انتهى الوقت أيها السعادة لحفلتنا المبارك ونلتقي في الأسبوع الآتي والسلام عليكم